انطلقت بفندق باب البحر بطرابلس جلسات المؤتمر الدولي الليبي السابع للعلوم الطبية والتطبيقية والإنسانية تحت شعار التطور والتكنولوجيا بحضور عدد من الأكاديميين والبحاث والمختصين المهتمين بهذا المجال طبعا في هذه الاتناء تعقد داخل قاعات فندق باب البحر بطرابلس فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للعلوم الطبية والتطبيقية والإنسانية التي تنظمه جامعة طرابلس الأهلية يأتي هذا المؤتمر تحقيقا لأهداف الجامعة التي تنص على أهمية البحث العلمي تميزت هذه الدورة حقيقة بكترة البحوث الدولية وأيضا تميزت بموضوع جديد أدخل على المؤتمر وهو تنظيم ورش عمل مصاحبة لهالمؤتمر وتنظيم معرض قامه طلاب الجامعة وتضمن المؤتمر ورش عمل مكثفة وإلقاء المحاضرات وإطلاع المشاركين من الطباء الشباب على البحوث العلمية في عدد من التخصصات المختلفة التي تسهم على المدى البعيد في الرفع من مستوى المؤسسات الصحية الليبية دولية اليوم الجديد في المؤتمر طبعا هو مستمر بسبع سنوات الجديد فيه نحن قامنا ورش عمل مصاحبة المؤتمر وصدفنا متحدثين رسميين من خارج دولة صدفنا ستاد دكتور كمال إمام من مصر وهو خبير التعليم ومؤسس مركز زمان جودة في دولة مصر وصدفنا ستاد دكتور بن باردس من الجامعة الدولية القبرصية ليعطوا الحديث انتعاتهم في محاول المؤتمر وهي الإدارة الاستراتيجية استراتيجية التعليم متطور جود التعليم وبحث العلمي واضفنا محور جديد وهو محور البحث الصغير يتحدث على الإبداع وهو عبارة عن مشاركات المتميزين من طلبة جامعة طلبس الهلية وقد شارك في إلقاء المحاضرات بالمؤتمر نخبة من المختصين حيث تم قبول 74 ورقة بحثية بينها مشاركات دولية من العراق، تونس، فلسطين، الجزائر، السودان ومصر وقد كان تقديم هذه الأوراق البحثية عبر ثقنية الزوم